كيف دافعوا عن عبد الله بن عمر هذا المهود للدين الإسلامي أنقلوا لكم دفاعين واحد لشخص قديم وواحد لشخص معاصر كعادتي في هذه الجلسات أحاول أجيب أقوال أو بعض من أقوال قدمائهم بعض من أقوال معاصرهم حتى نشوف مدى نزينها بميزان العلم نشوف هذه الأقوال لها وجاها تسوى لها قيمة أم لا الدفاع الأول جاء في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المجلد الرابع الصفحة 282 يقول سألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول كتب القديمة قد عرفها وقرأها عن المثنات شنو هذه المثنات اللي اليهود سموها المشنات فقال إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتبا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى فسموه المثنات كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاءوا وحرموا فيه ما شاءوا على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمر أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتاب لذلك المعنى وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك فأظنه قال هذا لمعرفته بما فيه قال ماذا؟ قال يعني لا تسألوا أهل الكتاب وكذا الرواية اللي مرت معنا لا تأخذوا عن المثنات وأنه يأتي زمان الناس يقرؤون فيه المثنات لا ينكر عليهم أحد ولا يغير ذلك أحد يقول هذا محمول على أنه عرف ما في هذه الكتب قرأها ولذلك بعد معرفته هو وبعد تنقيحه لها وكذا جاء وحاول السد هذا الباب أنه لا أحد يقرأ بهذه الكتب لأنه ما أحد يقدر يعني يميز مثل ما أنا ميست أو ينقح مثل ما أنا نقحت فالسؤال الآن هل نقح فعلا؟ أم الروايات التي جاءتنا عن عبد الله بن عمر فيها من الأساطير ما فيها؟ إذن لم ينقح وبالنتيجة هذا اعتراف من أبي عبيد بقصة الزاملتين كذلك دفاع آخر عنه جاء في كتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب الصفحة ثلاثمائة وواحد وخمسين يقول أنه كان عند ابن عمر كتب كثيرة عن أهل الكتاب أصابها يوم اليرموك في زاملتين وقد ادعى بشر المريسي هذا بشر من أهل الاعتزال يعني من المعتزلة وهناك من ينسبه إلى الجهمية أيضا هذا كان ضد عبد الله بن عمر هو طبعا كان فقيه وزاهد وكذا له شأن يعني ولكن كان ضد عبد الله بن عمر ويجرحه يرى أنه قام بنسبة أحاديث الزاملتين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وقد ادعى بشر المريسي أن عبد الله بن عمر كان يرويهما الزاملتين للناس عن النبي صلى الله عليه وآله وكان يقال له لا تحدثنا عن الزاملتين مثل الشعبي ولا لا تحدثني عن الزاملتين أو السفطين ثم يرد على اتهام بشر لعبد الله بن عمر ويحاول الدفاع عن ابن عمر هذا فيقول وهذه الدعوة باطلة فقد ثبت أن ابن عمر كان أمينا في نقله وروايته لا يحيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله على أهل الكتاب كما لا يحيل ما روي عن أهل الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله ويكف بن عمر فخرا أنه كان أول من دون الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بإذنه وفي مختلف أحواله في الغضب والرضا عليكم السلام ورحمة الله هذا الكلام أيضا سخيف لماذا لأنه إذا كان بالفعل هو متثبت ومدقق بحيث لا يحيل ما رواه عن الزاملتين على النبي ولا يحصل العكس فكيف وجد ابن كثير مثل هذه الموارد ونص عليها في تفسيره مو موضع موضعين روح تقلبوا صفحات تفسير ابن كثير كثيرا ما يقول أو عدة مرات يقول يقول هذا الحديث صحيح عن عبد الله بن عمر بن العاص عن رسول الله لكن الأشبه أنه من الزاملتين وهذا الحديث أيضا نفس الشيء عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي لكن الأشبه أنه أيضا من الزاملتين إذن شو дня هنا صارت الإحالة كيف حصلت والرواة ثقات يعني لا نصدع أن نتهم الرواة الذين نقلوا عن عبد الله بن عمر إذن ما كان مدققا ولم يكن متورعا عن نقل ما في الزاملتين ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله ولو كان يفصل فيما بينهما جيدا لما قيل له حدثنا عن رسول الله ولا تحدثنا عن الزاملتين ليش إجاء الشعب قال لا حدثني عن النبي ولا يكون تحدثني عن الزاملتين لأنه هناك اختلاط وإلا ما يجي قل له ترى دير بالك أريد حديث نقي عن النبي لا تخلط به أو تخلط به شنو حديث عن الزاملتين ما لا تك فإذن هذا كلام تافه سخيف هذا الكلام